بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين نكمل حديثنا عن الخبر الآحاد ودرس هذا اليوم عن الغريب ونبدأ بتعريفه فنقول الغريب لغة هو صفة مشبهة بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه أما اصطلاحا فهو ما ينفرد بروايته راو واحد المقصود بهذا التعريف أن الحديث الغريب هو الحديث الذي يستقل بروايته شخص واحد إما في كل طبقة من طبقات السند أو في بعض طبقات السند ولو في طبقة واحدة ولا تضر الزيادة على واحد في باقي طبقات السند لأن العبرة بالأقل أقسام الغريب يقسم الغريب بالنسبة لموضع التفرد فيه إلى قسمين هما غريب مطلق وغريب نسبي ونبدأ بالحديث عن الغريب المطلق أو الفرد المطلق فنقول في تعريفه هو ما كانت الغرابة في أصل سنده أي ما ينفرد بروايته شخص واحد في أصل سنده وأصل السند هو طرفه الذي فيه الصحابي مثال عليه حديث إنما الأعمال بالنيات تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا وقد يستمر التفرد إلى آخر السند وقد يرويه عن ذلك المتفرد عدد من الرواه هذا الغريب المطلق القسم الثاني الغريب النسبي أو الفرد النسبي تعريفه ما كانت الغرابة في أثناء سنده هناك ما كانت الغرابة في أصل سنده هنا ما كانت الغرابة في أثناء سنده أن يرويه أكثر من راو في أصل سنده ثم ينفرد بروايته راو واحد عن أولئك الروا مثاله حديث مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر هذا الحديث تفرد به مالك عن الزهري سمي هذا القسم بالغريب النسبي لأن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين طبعا هناك أنواع للغريب النسبي تسمى لأن الغرابة فيها ليست مطلقة وإنما حصلت الغرابة فيها بالنسبة إلى شيء معين وهذه الأنواع هي تفرد ثقة برواية الحديث كقولهم لم يروه ثقة إلا فلان أيضا تفرد راو معين عن راو معين كقولهم تفرد به فلان عن فلان وإن كان مرويا من وجوه أخرى عن غيره أيضا تفرد أهل بلد أو أهل جهة تفرد أهل بلد أو أهل جهة كقولهم تفرد به أهل مكة أو أهل الشام أيضا تفرد أهل بلد أو جهة عن أهل بلد أو جهة أخرى كقولهم تفرد به أهل البصرة عن أهل المدينة أو تفرد به أهل الشام عن أهل الحجاز من مضان الحديث الغريب أي الأماكن التي يوجد فيها أمثلة كثيرة أو المصنفات التي يوجد فيها أمثلة كثيرة على الغريب كتاب مسند البزار والمعجم الأوسط للإمام الطبراني من أشهر المصنفات في الغريب غرائب مالك للدار قطني والأفراد للدار قطني أيضا والسنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلدة لأبي داود السجستاني هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي